نشر تحوال التقساتي من قناة الحياة الجزائرية أهلا بكم نستهلها بالوضعية الجوية المتوقعة لسبحات الخميس وبعد تلاشي ضباب الصباحة والسحوب السفلة وحسب مصلحة الأرصاد الجوية سوف نشهد استمرار لتساقط الأمطار بمدن الشريط الساحلي الوسطى الشرقية حتى الغربية سوف نشهد أيضا لتساقط للتلوج بالمناطق الداخلية الشرقية حتى الهضابة العليا الغربية والوسطى تبقى الأجواء مستقرية تجاه المناطق الجنوبية مع سماء من سافية إلى مغشرة جزئيا على شمال الصحراء حتى على ورقلة بن عباس الجنوب الغربي الصحراء الوسطى مرتفعات الهوغار والتسلي وأيضا الجنوب الشرقي درجات الحر 5 درجات بعنبا بالعاصمة 6 درجات درجة 0 باستيف والبيض 4 درجات على ورقلة 5 درجات على غردية 12 درجات بعين صالح 20 درجات بالجنوب الغربي على تندوف 9 درجات بأضرار وجانيت حتى على إليزي الدرجة الدنيا هي درجة واحدة تحت الصفر بتبسة والدرجة القصوى 17 درجة بأقصى الجنوب الجزئين مرة نشوفوا رضاية الجوية المتوقعة لظهيرة الخميس نبقى دائما تحت تأثير ضغط جوي منخفض أمطار مسحوبة برياح قوية على جل مدن الشريط الساحلي الغربية الوسطى حتى الشرقية استمرار تساقط الثلوج بالمناطق الداخلية الشرقية وتبقى الأجواء مستقرة اتجاه المناطق الجنوبية مع بعض الصحوب العابرة إذن على غردية البيض بني عباس الجنوب الغربي الصحراء الوسطى حتى على مرتفعات الهوكار والتسيلي والجنوب الشرقي درجات الحرارة على عنب 15 درجة 14 درجة على العاصمة 17 درجة على وهران 19 درجة على ورقلة 18 درجة بغردية وبني عباس 23 درجة هذا على عم صالح أضرار وتندوف حتى على إليزي 26 درجة على جانيت على 8 راس 28 درجة الدرجة الدنيا 9 درجات بالبيض والقصوة 35 درجة بأقصى الجنوب الجزائري مرنشفوا الملاحة وأحوال البحر البحر سوف يكون من هادئ إلى قليل اضطراب هذا على طول الساحل الجزائري مع سرعة رياح تراوح من 15 إلى 20 كيلومات في أساعة مرنشفوا الحلق فاشتراح يكون نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت يوم الجمعة استمرار تساقط الأمطار بمدن الشريط الساحلي الوسطى حتى الشرقية أيضا ثلوج بالمناطق الداخلية الشرقية وعودة الاستقرار تدريجين إلى السواحل الغربية مع سماء من صافية إلى مغشات جزئيا نفس الوضعية الجوية اتجاه شمال الصحراء ابني عباس الجنوب الغربي على الصحراء الوسطى على عينس لاحظا سحب كتيفة واحتمال لتساقط بعض الزخات من الأمطار الرعدية وتبقى الأجواء مستقرة على عين قزام درجات الحارة 15 درجة بعنبة حتى على العاصمة بوهران 17 درجة 16 درجة على غرداية 25 درجة على إيليزي 23 درجة بعين صالح وآدرار 20 درجة على تندوف الدرجة الدنيا 10 درجة بتبسى القصوى 35 درجة بأقصى الجنوب الجزائر نشوفوا نهار السبب إن شاء الله كيف شرحيكم الحال استمرار تساقط الأمطار بمدن الشريط الساحلي الوسطى حتى الشرقية حتى المناطق الداخلية الشرقية وتبقى الأجواء مستقرة اتجاه السواحل الغربية مع سماء من صافية إلى مغشات جزئيا نفس الوضعية الجوية اتجاه شمال الصحراء حتى على بني عباس الجنوب الغربي الصحراء الوسطى الجنوب الشرقي وأقصى الجنوب الجزائري درجات الحارة 16 درجة على عين باب العاصمة 15 درجة 17 درجة على وهران 15 درجة على غرداية وبني عباس 25 درجة على إيليز 24 درجة بالصحراء الوسطى بعين صالح وأدرار 21 درجة على تندوف الدرجة الدنيا 10 درجات بتبسا والقصوى 34 درجة وهذا بأقصى الجنوب الجزائري نختم مشاهدين بمواقع الشرق والغروب لتهم العاصمة وضواحيها شرق الشم 47 دقيقة الغروب 26 دقيقة للمزيد من المعلومات نلجو البيئة مع لكم للتواصل معنا على عنونا التي تظهر على الشاشة ختم النشر الجوية في أمان الله